اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وقال سعادة وزير الخارجية انما تشهده العلاقات الاخوية المتميزة من تطور ونماء يدل على عمق الروابط بين البلدين والشعبين الشقيقين ويعبر عن حرص القيادتين الحكيمتين على الارتقاء بها الى افاق اشمل معربا عن تقديره البالغ للجهود الكبيرة التي يبدلها سمو الشيخ عبدالله بن سايد الانهيان لتعزيز العلاقات الاخوية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين مؤشيدا بالدبلوماسية الاماراتية النموذجية التي يقودها سمو وما تتميز به من حكمة واتزان وتأثير كما اشاد سعادة الوزير بالمستوى المتميز من التعاون والتنسيق السياسي بين البلدين الشقيقين وما وصل اليه من مستوى عال في التشاور المستمر وتبادل الخبرات والمعلومات وقال الزياني ان اجتماع اللجنة المشتركة يعكس التزام البلدين الشقيقين الثابت في ترسيخ العلاقات الاخوية وتوسيع افاق التعاون التنائي في كافة القطاعات من جانبه قال سمو الشيخ عبدالله بن زايد الانهيان ان انعقاد الدورة الثانية عشرة للجنة المشتركة يجسد عمق العلاقات الراسيخة بين البلدين الشقيقين لافتا سموه الى ان دولة الامارات كانت وما زالت ترى في شقيقتها البحرين شريكا استراتيجيا في كافة المجالات وجزءا اصيلا من مسيرة التقدم والازدهار في الخليج العربي والمنطقة برمتها واكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد الانهيان ان استمرار انعقاد اللجنة المشتركة بشكل دوري يعبر عن ارتزام البلدين بالعمل المشترك واكد سموه تطلع دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة باستمرار لتوسيع قاعدة الشراكات مع مملكة البحرين ويتضمن ذلك قطاعات الصناعة والتجارة والطاقة المتجددة والنقل والبنية التحتية والخدمات وتم خلال الاجتماع بحث مسارات العلاقة لخوية الوطيدة التي تربط البلدين الشقيقين وما وصلت اليه من مستوى متطور في مختلف المجالات كما ناقش الجانبان اوجه التعاون التنائي في المجالات السياسية وتوسيع افاق التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والصناعية والمواصلات والصحة والطاقة المتجددة والبيئة وغيرها من المجالات الحيوية